وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وتقدم الجار والمجرور يفيد الاختصاص أي له وحده سبحانه لا لغيره الكبرياء في السماوات والأرض لماذا وهو العزيز الحكيم وهذا فقه ينبغي أن نلتفت إليه وكثيرا ما ننبه عليه أن نلتفت إلى ما تختم به الآيات من الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فهذا ما ينبغي لله سبحانه وتعالى أن نثبت له الكبرياء بهذا المعنى الذي ذكرناه إن بعض الناس يقولوا إنكم تقولون عن رب العالمين إنه متكبر ونحن لا نعتقد أن الله متكبر فنقول ولمه يقولون أن الكبر لا يليق بالرحمن سبحانه وتعالى وهذا خطأ محب لماذا لأنهم ظنوا أن تكبر الخالق كتكبر المخلوقين وهذا خطأ محب وأصل ذلك قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأما الكبر فإنه في المخلوقين داء عظيم ينبغي أن يتخلص الإنسان منه إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل من تكبر جعل له عواقم وخيمة وعذابا أليمة فأخبر سبحانه وتعالى أولا من عقوبات متكبر أن الله سبحانه وتعالى لا يحبه قال الله سبحانه وتعالى إنه لا يحب المستكبرين بل ويطبع على قلبه قال الله سبحانه وتعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار فهذا المتكبر يطبع على قلبه إلا أن يتوب فلا يعرف معروف ولا ينكر منكر بسبب هذا الطبع الذي استقر على قلبه وإن من عواقب هذا المتكبر أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يدخنه الجنة إلا أن يتوب قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كذبوا بآيتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياط كذلك نجزي المجرمين نعم الله سبحانه وتعالى أخبر قال وكذلك نجزي المجرمين إن كل من تكبر لا يدخل الجنة ما دام على حاله من الكبر وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والله لو فتش كل واحد منا في نفسه لوجد أن الأمر أكبر من ذلك إلا أن يشاء الله إلا ما رحم الله وعصم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنة وأن يكون نعلي حسنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس أي رفض الحق ورده وغمط الناس أي اجدراءهم واحتقارهم من كان بهذه الصفة لا يدخل الجنة إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى نعم ولذلك كان أهل النار من المتكبرين ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم تحادت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما بالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم فقال الله سبحانه وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل منكما علي من أهات قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما النار فلا تمتلع حتى يضع رب العزة فيها قدمة فتقول قط 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 فحينئذ تمتلع ويزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا يظلم الله من خلقه أحدا قال وأما الجنة فينشئ الله لها خلقه هذه رحمة الله رب العالمين سبحانه وتعالى النار يضع قدمه فيها حتى يزوي بعضها إلى بعض ولا يجعل لها خلقا يدخلهم النار دون أن يحاسبهم أو أن يذنبوا وأما الجنة فإن الله من رحمته ينشئ لها خلقا يدخلهم الجنة حتى تمتلئ الجنة نعم إن رحمة الله وسع فهذا المتكبر من أهل النار إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى في شأن المتكبرين فادخلوا نار جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وفي الآية الأخرى فلا بئس مثوى المتكبرين نعم إن النار أعدها الله سبحانه وتعالى المتكبرين وقال أليس في جهنم مثوى للمتكبرين لماذا كان المتكبرون أهل النار لأن أول ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى هو الكبر قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين إن أعظم أنواع الكبر أن يتكبر العبد على الله عن طاعة الله وعن عبادة الله سبحانه وتعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين قال كان الكبر ذنب إبليس اللعين فآل أمره إلى مآل إليه وذنب آدم على نبينا وعليه السلام كان من الحرص والشهوة فكان عاقبته التوبة والهداية وذنب إبليس حمله على الاحتجاد بالقدر والإصرار وذنب آدم أوجب له إضافته إلى نفسه والاعتراث به والاستغفار فأهل الكبر والإصرار والاحتجاد بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إبليس إلى النار فأهل الكبر والإصرار والاحتجاد بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إبليس إلى النار وأهل الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنب الذين لا يحتجون على هذه المعاصب القدر مع أبيهم آدم في الجنة قال ابن عيينة من كانت معصيته في الشهوة فارج له ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه فإن آدم عصى الله مشتهيا فغفر الله له وإبليس عصى الله متكبرا فلعن قال ابن القيم رحمه الله تعالى وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول التكبر شر من الشرك فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله والمشرك يعبد الله وغيره ولذلك منع أقوامنا الكبر أن يوحدوا بالله سبحانه وتعالى فهؤلاء اليهود الذين استكبروا بعد أن عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه نبي حقا منعهم الكبر من أن يؤمنوا بهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بل الأمر كان أعم من ذلك قال الله سبحانه وتعالى أفكل ما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وعبد الله بن أبي بن سلول ما الذي منعه أن يسير في ركاب النبي صلى الله عليه وسلم كبره قال لئن رجعنا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وهذا أبو جهل منعه كذلك كبره أن يستجيبني للتوحيد ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ولأجل هذا فإن سليمان عليه السلام حينما أرسل إلى بلقيس إلى ملكة سبأ يدعوها إلى الله قال ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ولذلك لما ذلت لله ولما اعترفت بما كانت عليه من الشرك هداها الله قالت ربي إني ظانت نفسي أي بالشركي الذي كان قبل ذلك وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فتأمل الكبر من أهم الأمور التي تؤثر في قلب الإنسان والتي تسبب له في معصية الله عز وجل وكما نقول فإن أعظم أنواع الكبر أن يتكبر العبد على أمر الله وعن طاعة الله قال الله سبحانه وتعالى متواعدا هؤلاء الذين يتكبرون على أوامر الله وعلى آيات الله وعلى طاعة الله